موسيقى عادل سعد يا دكتور عادل مشرف ومنور سعيد جدا متواجدك لو انت سعيد اراض انا سعيد اربعة عشرين اراض يعني يا كريم دايما كنت باستمتع بوجودي معاك واحنا كنا مع بعض كده دايما ولا نجم ولا حاجة نقاجي ينبا كيبا خلاص دا انت استحقق يعني دايما عادل سعد اعمش مع الناس يقول لك استفراضي عادل سعد في التليفزيون عادل سعد عايز نسمع معلومة تنزلية او فالحضر ما شاء الله عليك يا عادل الله دايما مشرف ومنور طيب جاي كمان ان شاء الله بعد الكامل وبإذن لما ربنا يكرمنا في قصة حلوة انت حكيتها لي قبل الهوى على طول وحابب عيدها تاني قدام الناس كنتم نتكلم انا ودكتور عادل وكابتن محمد عبدالجيل قبل ما يمشي عن كيروش وبتاع فرح دكتور عادل ايه بسرعة كده وحيديك موقف تاريخي كده حكاية حلوة على طول فاحكي الحكاية اه يعني اللي حدث في مباراة ناجيريا والقناعات اللي كانت عندي كيروش يا كريم واللي زعلت ناس كتير منه وحتى مسؤولين وجمهور باللغباط اللي حصلت في التشكيلة اللي انا دخلت عليك كده وانا دخل عليك انت وكابت محمد عبدالجيل وانت بتكلمه في الموضوع وانت عندك قناعاتك بكارلوس كيروش بشكل كبير بشكل او باخر بتفكرنا بذكرى وكانت ذكرى حلوة لما استضفنا البطولة لتالت مرة في تاريخنا لان احنا استضفنا البطولة اول مرة تسعة وخمسين ثم اربعة وسبعين ثم جاءت دور على ستة وتمانين والبطولة كانت غيبة عننا بقالنا سبعة وعشرين سنة والناس كلها مستعدة وبشكل كبير جدا من اجل الفوز باللقب ونتفاجأ في مباراة الافتتاح زي ما حصل في مباراة ناجيريا مع مايك سميس الراجل الويلزي ان احنا بنخسر المباراة والراجل كان في الوقت ده كان مقاعد في المدرجات نجوم مقاعد كابتن مصطفى عبدو كابتن طرق يحيا ويمكن الكابتن شاقه غريب بس الكابتن شاقه غريب كان لسه منضم للمعسكر بعد اصابة الكابتن برام يوسف فيضوب الجهة قبل الافتتاح بيوم على طول حصل ضغوط على طول من الاعلام والمسؤولين ضغوط دي قتت بسمرها الراجل بدأ يغير قناعاته وبدأ يلعب بالنجوم دي وكانت كابتن طرق يحيا وكابتن مصطفى عبدو من نجوم البطولة واللي كامله وكابتن شاقه غريب لما لعب في المباراة التالية على طول امام كوتيفور سجل هو كابتن جمال المحميد وده كان بداية المشوار في وزن على كوتيفور 2-0 ثم كابتن طهر بوزيت هدفين في مزنبيق ثم الهدف الشريب تاعة كابتن طهر بوزيت في المغرب ثم المباراة النهائية والفوز براكلا الترجيح على الكاميرون فبالتالي بصورة أو بأخرى كان نفس اللي حصل بالزبط بداية سيئة جدا في ظل قناعات كانت مش مزبوطة وبدأت تشكيك كمان وبدأت تشكيك بالزبط التشكيك كمان التشكيك في المدارب هنا والتشكيك في المدارب هنا اللي كان قالك يمشي هنا ويمشي هنا من أول المطول التشكيك والتشكيك والتشكيك وأمور كتيرة كانت متشابهة جدا بين الموقفين ما بين 86 وبطولة 2021 في مباراة المغرب تحولنا أنا فاهم أن في مباراة كوديفار هي البزرة الأولى لمنتخب قوة حقيقي بقى في البطول صحيح بس في مباراة المنتخب المغربي لا أنا أقوى أنا أجمد أنا تكتكيا وفنيا ومهريا عندي ثقة كمان مش بس تكتكيا أنا كويس لا أنا عندي ثقة في الملعب ومش فري معي لقدامي أنا كمان نجم كبير أنا متكلم على كل اللي كانوا موجودين في الملعب كل واحد فيهم كان شايف نجم نفسه كبير وقدى بشكل رائع جدا شكل التكتيكي في الملعب كمان كالوس كيروش عمله تقريبا بامتياز بوصة كريم أنت وجهت المغرب كتير جدا ما تفاقتش يمكن لكان 3 مرات قبل كده وكانت الفروق بسيطة 86 احنا بنهاجم وهم بيهاجمهم في 2017 هما كانوا الأفضل مننا في الكواريتر فاينال في البطولة المباراة لما كسبنا بهدف كهرباء في 71 دي لما كسبنا 3 اثنين برضو المباراة كترحوا جاءوا لكن المباراة دي بالتحديد أفضل مباراة في تاريخ مصر عملتها أمام المنتخب المغربي أنت بتتكلم عن منتخب أنا شايف أن المنتخب المغربي لو لم يصطدم بالمنتخب المصر لكان ذهب لبعيدا أنت بتتكلم عن منتخب عنده لعيبة تقدر تكسبه أشرف حكيم يسوف يامبوفالس لما ملاح يسوف لنصيري ولكن احنا قدنا بشكل كان أكتر من ممتاز كارلوس كيروش أرى المباراة بشكل أكتر من جيد دي نقطة النقطة التانية وحيد خليه زيتش وقف أخطأ بالجملة هو بدأ أول مباراتين في البطولة أمام غانا ثم المباراة التانية أمام جزر الأمر بطريقة 4-1-4-1 ودي ما كانتش كويسة أوي رغم أنه وضع عهدف كتير في مباراة جزر الأمر لما لقب بـ 4-4-2 دي كانت الطريقة المسلة للمنتخب المغربي لعدة أسباب أولا بتدي أفضلية لأشرف حكيم عشان يقدر يزيد كظاهير أيمن بتدي أفضلية لأسف لنصير لما بيلعب جنبيه مهاجم وبياخد عين المدفعين اللي معاه فبالتالي بيكون لي أفضلية على المدفعين اللي موجودين معاه طريقة 4-1-4-1 فاطل ليها كارلوس كيروش وكان متخيل أن فعلا المنتخب المغربي هي لعب بيها وعايز أقول لك أن في المباراة دي احنا عملنا أدوار عظيمة جدا يمكن مصطفى محمد اللي الناس كتير بتتكلم عنه مصطفى محمد كان عنده دور مهم قوي في حتة وقف سفيان مرابط اللعب اللي بيلعب قصاد الأربعة اللي في خط الظهر منع سفيان مرابط من الربط ما بين خط الظهر وخط الوسطة كريم فبالتالي أنت بتتفرج على المنتخب المغربي مش بيلعب كرته عمالي شعلق كرة كل شوية سفيان بوفال واسليم أملاح تم السيطرة عليه من سلسة خط الوسط فبالتالي أنت عزلت تماما يوسف لنصير في ظل بقى أن فتوح عمر مرموش أفلين تماما على واحد من أحسن اتنين باكرايت في العالم وهو أشرف حكيمي وحدث بقى ولا حرك أدم مسينا للزهر الأيصر هو منشغل بشيء واحد كيف يوقف محمد صلاح فأنت ضربت المنتخب المغربي في مقتل زي ما بيقوله طفاوقت رغم أن المنتخب المغربي من وجهة نظري واحد من أفضل المنتخبات في الضار واحد خليه لي زيتش على فكرة ما خسرشه لمباراتين من ساعة ما تولى المسؤولية بس أنت ذكرت كمان في النقطة التكتكية ناحية الشمال ناحية حكيمي تمام أنه تقلق فتوح وتقلق مرموش تمام وعايزك تزود من البيت شغل لو أنت هتتفق معي تفضل الدور اللي عمله أيمن أشرف آه طبعا يعني بعيدا عن ضربة الجزاء اللي كلها اتفق أنه ما كانتش مفروض تتعاملوا خطأ فادح لأيمن أشرف بس الناس قالت أنه أيمن أشرف ما كانتش مفروض يلعب عشان ضربة الجزاء بس ما تكلموش بعد كده عمل أيه فنية أنا لسه كنت بقول لك الأدوار العظيمة اللي عملها السلاسي اللي في خط الوسط وكان منهم أيمن أشرف أيمن أشرف أحيانا بيعيبه بعض البطء ولكن أيمن أشرف لعب زكي لعب زكي بيعرف يتغلب عن النقطة دي بشكل كويس هو كان يحسب عليه التهور اللي عمله في لقطة الأشرف حكيمي ولكن قلت لك الأدوار اللي عملها السلاسي في وسط الملعب إن أنت تمنع سليم أملاح وسوفيان بوفال عام 2021 أكتر من روغ في الدوريات الخامسة الكبرى سوفيان بوفال أكتر من صنع فرص من أجل تحقيق الأهداف في بطولة كان 2021 سوفيان بوفال واحد من أفضل لعب الدورة أنت نهيد دوره تماما ورغم اللي أنا بقوله ده وحيد خليه زيتش ساعدنا بشكل كبير جدا لما خرج سوفيان بوفال في نهاية قبل نهاية الشط إحنا سقفناك إننا أقول لو أنت بتعمل إيه بس يلا تمام ولما لعبت باتنين فراد زكريا بخلال ورايان ماي طب الاتنين دول مين اللي حلعب لهم كور مين اللي حيوجد لهم الحلول فأنت كده فعلا أنت عملت مباراة عظيمة جدا قصاد المغرب من كفة الأوج وصائح وحيد خليه زيتش وقف أخطاء المغرب ما ظهرش بالشكل اللي كان ظهر به في المباراة السابقة ولكن أنت كمان كان لك الأفضلية في أمور كثيرة جدا لعيبنا مباراة كبيرة جدا قدام المغرب مباراة كبيرة جدا قدام كوتيفور والناس بعد ما كيف بتبعي الآن إحنا ندخلين أي مباراة من دول نقول إيه إحنا غريبا هنخسر غريبا هنخسر النسبة الأكبر إنه هنخسر دلوقتي حصل حالة طمأنينة زيادة عند الناس اللي هو قال لك إيه هنخش مباراة الكاميرون إحنا بس خايفين من الجمهور والحكم لكن كمنافس هو أسهل من المغرب وكوتيفور كلمنا مظبوط هو منافس أسهل من المغرب وكوتيفور من وجهة نظر إيه يعني إنت لو هتتكلم على مستوى الفروق القوة ما بين كوتيفور والمغرب والكاميرون لا الكوتيفور والكاميرون عندهم أفضلية وعايز أولك الحاجة كوتيفور كان منافس مع الكاميرون لحد الثواني الأخيرة على من اللي هياخد بطاقة العبور للمرحلة الأخيرة في كاس العالم ولكن هدف كارل توكو إيكامبي اللي سجله هو لدهم الأفضلية ولكن كوتيفور منتخب قوي جدا منتخب الكاميروني عنده مشاكل كبيرة جدا كريم لما انت تعطى تتفرج عليه منتخب الكاميروني كل المباراة تلقى فيه أهدافي يمكن إلا المباراة الأخيرة بتاعت جامبيا عنده تقل في لعاب مايكل نجادون جدوي الراجل اللي كان بيلعب معه حتى في 2017 اللي بيلعب حاليا في جنت تشارلز الراجل اللي بيلعب في نانت الفرنسي عندهم تقل شوية في حتة التحولات السريعة ودي النقطة أعتقد اللعب عليك كارلوس كيروش أن انت لما بتختف الكورة لازم تنظم الهجمة السريعة ما تستناش لما يتمركزهم لما بيتمركزهم المنتخب الكاميروني بيتمسكوا دفاعيا بشكل جيد لما تتفرج على الأهداف اللي تلقتها شباك الكاميرون في البطول وحتلاقي أغلبها جاية من التحولات السريعة لأن عندهم مشاكل كبيرة جدا أنانا أحيانا بيغيب عن التركيز مع أن أنانا واحد من أفضل الحراس الخلاص اقترب من الإنتر وأنانا كان عنده مشكلة شوية بسبب الإيقاف اللي حصله مرجعش للمستوى برضو اللي احنا كنا شايفينه عليه قبل كده هما بيتميزهم بشيء مهم جدا الأطراف هما اللي بيشغلهم الاتنين المهاجمين اللي موجودين عندهم زي ما لما توقف أحد زي أشرف حكيمي يبقى أنت ان شاء الله في المتناول أنت تقدر توقف فيه اللي وراء عمدت في كوندفور لما وقفت نيكولاس بيبي وقفت كمان كونان ليفت باك بتعمل عظيم بسبب محمد صلاح طبعا بس اتكلم كمان كان كونان مفتاح لها بعظيم بسبب محمد صلاح بزبط وقفت النحية التانية نيكولاس بيبي مع النحية اللي مين فأنت وقفت التمويل تمام فأنت تقوله يوقف التمويل أصلا بالزبط إنه تقوله الزهير الآيس رابل عفسياتي للأمريكي وكلن زفاي الراجل اللي هو مكانة عرضيات وعرضيات متقنة فلما نوقف دول أنت بتمنع الخطورة تماما لأن خطورة فانسنت أبو بكر وكرتوكو أكين بلعب ليون ولعب النصر السعودي في الكورة العرضية المرسلة ويمكن الاتنين للحداشر هدف هم اللي مسجلين للحداشر هدف بيفكروني كده بسبعة وخمسين لما سجلنا في البطولة ست أهداف ست أهداف كانوا من اتنين اللعيبة اتنين اللعيبة ومن نادي واحد نادي لتحاد سكنداري كابتن رقفة تعطية وكابتن الديبة لما فاز كمان بلقب اللقب الأفضل في البطولة وكمان كان هدف البطولة واللعاب الوحيد في التاريخ اللي سجل سوبر هاتف في الممران النهائي وكان أمام أسيوبي عايف أنا بحيب فيك ايه معنومات التاريخية كده اللي بتتاخد ايه اسموزي كده حبيبا كريم الله لو في النص كده ايه ألاقي تات ربع معنومات كده حبيب والله بسرعة كده وانت ساب ايدك وانت بقى لي بتجبرني زي الطريقة المسلة اللي نلعب بيها بكرة مع المنتخب ما اعتقدش كريم انه حيبقى فيه اختلافات كبيرة في التشكيلة يمكن احنا هنبقى مجبرين على بعض الأمور يعني وكلمة مجبرين ما بقتش كلمة عيب عندنا ايوه ما بقتش عيب ايه لعبة هيخش انها تماما محدش كان يتخل ان محمد عبدالي يميقدي الاداء الخيالي صح عمر كمال عبدالوح عمر كمال عبدالوح والبديل وبديل البديل انت بقيت متطمد صح تحس ان فعلا وما بقولش الاولاد تقليلا منهم لكن احنا من حبنا لهم الاولاد فعلا نزلين ومركزين تركيز اكتر ممتازة تخطى المية في المية فبالتالي انت ما عندكش اي مشكلة مش عصل تغييرات كثيرة يعني انك ممكن الونش هيبقى موجود مكان احمد حجاز لان خلاص للأسف ان احمد حجاز مش مكمل معنا البطولة هيبقى هو المباراة بالفعل السلاسة بقى اللي في خط الوسط هي دي اللي ممكن يكون فيها لان السلاسة الامامة معروف مرموش وصلاح ومصطفى محمد لأ واتنين من في النص معروفين السلاية والناني هنا بقى انت هتلعب هتشوف بقى مين اللي ممكن يكون موجود تالت حسب الراجل هو هتشوف ايه من الامور اللي ممكن تجري بسبب ان هو كمان يعني الامور اللي حصلت كمان نارضة في التدريب والكاميرات والكلام اللي لازم منه ده مقلق الراجل شوية وانت تعلم جيدا البرتغاليين بيعرفوا يتعاملوا مع المواقف دي بشكل جاي دي ممكن ده اللي مطمنا ويمكن كمان المواجهة هتبقى برتغالية مش من مدربين الصفوة ضرب انديها صغيرة جدا في البرتغال ضرب كمان نادي كلوك في رومانيا ضرب نادي الفايصالي السعودي ولكن انت الراجل ده كارلوس كيروش لا تاريخ كبير جدا من الاحتكاكك على المستويات عليا جدا فبالتالي يعني ان شاء الله يكون عندنا طمأنينة في المباراة ونقدر نستغل نقاط الضعف اللي قلت لك عليها تقلل لتنين قلبية الدفاع وخط الوسط عندهم لما بيتضغط عليه كتير يا كريم انت بتفقده انت جزر الأمر يلعبهم بيوسف ماشنجاما اللي سجل الهدف العالمي شاكر الهدهور حارس مارما اللي انتقل اجكسيون وهوت لسه من يومين فانت بتتكلم عن منتخب ومحمد الفارد وبانه نبهان الرجل تاريدي ستار برجراد رغم من كده وكان عندهم مشاكل كتيرة ولعبة مستبعدة عملوا عليهم مباراة العمر فبالتالي من مردود المنتخب الكاميروني في المباراة كلها اللهم إلا مباراة جامب اللي سيطروا عليها طولا وعرضا المنتخب الكاميروني انا مش عايز اقلل منه لان المنتخب كروري عنده عناصر جيدة ولكن في الموقع حتى شوبه موتنج مش ظهر بالشكل اللي انت بتشوفه بينزل دقايق معدودة فانت بالتالي يعني اعتقد بالأداء الجيد اللي احنا عملناه ويا رب من نرتكنش للأداء الجيد قوي اللي احنا عملناه في المباراة الصابقتين عشان نقدر نعمل مباراة وقسة أمام كاميرا طيب النهاردة اليو السي بيوصل الفاينل مدير فني المنتخب السيناريالي بيوصل الفاينل كمديرب زي ما وصل الفاينل كلاعب اه دي حاجات لي انت اللي بتشديني هون للمواضح دي ما انا عارف عشان انت جامل عشان ما اصلا مرضو لو معادي دفعادي مش هقوله يعني المواقب دي اتقرارت امتى اتقرارت ازاي وانحنا لدينا شبهها في لعبة كتير لعبة النهائي بطريقة او باخرى بمعنى احيانا كلعب ومدير فني واحيانا كلعب وحكم كلعب وحكم هو واحد فقط عملها في تاريخ كسر امو الأفريقية كابتن الديبة لما لعب نهائي 57 وكان هدف البطولة زي ما لسه كنت بحكي لك من شوية ولعب نهائي بطولة 68 كحكم في المباراة اللي جامعت الكونغو كنشاسة مع غانا والمباراة دي اللي انتهت بهدف بير كان لنا مكندل صالح من منتخب الكونغو واحد صفر المباراة كان لها واقعة غريبة جدا منتخب الكونغو مش عايزين نزيل لعب مباراة عشان المناديل البيضة اللي كان لابست غانا بيقوله فيها سحر وكانش عايزين لعبو وهلا سلاسة الامبراطور موجود والكابتن الديبة حكى الواقعة دي وقال لك أنا فكيت منديل وارتون ما فيش حاجة ولعبه مخسرهم المنتخب الغاني الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه هدف بطولة 59 بتلات أهداف لعب المباراة النهائية أمام المنتخب السوداني وما كانتش مباراة نهائية أول لأنه كانت البطولة من 3 فرق وكان دور واحد مجموعة من دور واحد اللاعب كمان كمدير فني في 98 اليوسيسي بقى اللي لعب 2002 وخسر هو اللي ضيع ركلة الجزائر اللي خسروا بيها أمام الكاميرون 2017 ما خسروا بهدف بعد 19 أمام بغداد بناجح المنتخب الجزائر الشقيق لما فازوا عليهم بنتيجة الـ 1-0 ودي كمان مرة الراحل ستيفن كيشي اللاعب نيجيريا فاز بيها كمودير فني 2012 وما لعبش المباراة النهائية في 94 ولكن كان من تشكيل وستر هوف في 94 لما فازوا 2-1 بهدفاء أمانيول إمونيكي في ملعب المنزة في تومس هم دول اللي لعبوا المباريات بسرعة أو بأخرى مرة لعب أو حكم لعب أو مدر حكاياتنا ايه مع الكاميرون في مباراة نصف النهائي أو في مباراة الكاميرون بشكل عام في الكاميرون بالأفريق ده سأقول مفاجئ عشان أنا بحب أسألك أسئلة صعبة كده لعل لو عسى تقع من احنا لعبنا الكاميرون عشر مرات ولا مرة سيمي فاينل ولا مرة ولا مرة خمسة في دور المجموعات تلاتة في النهائي اتنين في الكوارتر فاينل التلاتة طبعا اللي في النهائي فوزنا في 86 وفوزنا في 2008 اللي كل يتذكرها وطبعا اللي كل يتذكرها قوي 2017 أول مرة سأنتواجه مع المنتخب الكاميروني في مباراة السيمي فاينل يمكن احنا قبل كده واجهنا مرتين البلد الماضي في السيمي فاينل هنا فاسو 98 مع الكابتن محمود الجهري وفوزنا بهدفه الكابتن حسام حسن ثم المباراة اللي كانت سنة 70 في السودان ودي خسرناها اتنين واحد من المنتخب السوداني في الوقت ده وفوزنا بالمركز الثالث لما تفوقنا على كوتيفوار وكان سجلنا الأهداف في ساعتها الكابتن حسن شازلي وبالتلات أهداف اللي سجلهم ده خليل التاريخ انه اللاعب الوحيد في تاريخ كاسر الأمم الأفريقية اللي سجل هاتريك مرتين مرة في كوتيفوار ومرة في المنتخب النيجيلي لما فوزنا عليه ستة تلاتة وكان مسجل التلات أهداف التانيين المرحوم رضا وده اللاعب الوحيد من 17 هاتريك في البطولة 16 لاعب منهم الكابتن حسن شازلي كلام اللي سجل المفكر في سؤال صعب طيب إحنا لما منين نلعب مع فرق فرق أفريقية شوف الله بقال لي في سؤال صعب في السيمي فاينال نلعب مع فرق أفريقية موقفنا بيبقى مع أحسن على الفرق العربية شوف إنت لما تقعد تفكر إنت إحنا أكتر منتخب أصبح دلوقتي بالوصول للسيمي فاينال وصولا للسيمي فاينال في التاريخ الشراكة ما بنا وما بنا يا جيري 15 و 15 مرة ولكن ممكن تستسني من الموضوع 76 كنا إحنا ونجيري برضو موجودين لأنك أتدوري من دور واحد في الدور الثاني ما كانش المباراة قبل نهاية تستسني 59 لأنك أت برضو مجموعات 57 لا دي كتت قبل نهاية إنت لما تقعد تتفكر كده إنت حتتواجه مع مين في المباراة قبل النهاية أنا بأستعيد كده معك شريط الزكريات كده سرعا 57 و 59 و 62 و 63 ثم ذهبنا لـ 70 خسرنا من السودان بفرق عربة 74 خسرنا من كونغو الديمقراطية بطريقة درماتيكية كسبانين 2-0 مويبي إلونجا بسجل هدف وكابتن عالا بو جريشن بسجل هدف وثالث أهداف وربع الساعة كريم نخسر المباراة فبالتالي أنت بتشجد حتى كل المباراة ما قبل النهاية اللي أنت لعبتها بعد كده كانت مع فرق أفريقية تباينت النتائج يعني أنت مرة لعبت مع الجزائر في 80 كنا متقدمين هدفين تعادلنا 2-2 وخسرنا من بركلات الترجيح 84 كنا منتواجه مع ناجير كسبان 2 بتتعادل 2-2 وبعدين بتخسر بركلات الترجيح وبعد كده عمرنا ما خسرنا تاني بركلات الترجيح بالمناسبة طيب تفايا تفايا عم التجامد جدا حبيبا كريم ربع والله كالعادة يا دكتور ربنا خليك كنت سعيد جدا بوجودي معكم يا حبيب شرفت بي جدا إن شاء الله يا رب بكرة أو النهار ده بقى خلاص نحتفل بمنتخبنا الوطني الوصول لنهائي كأس الأمر الأفريقية بعدما إن شاء الله نعبر موقعات الكاملون الصعبة أكيد صعبة كل مباراة الملعبة في البطولة صعبة بالتأكيد كل مباراة صعبة لكن إحنا الورقة الأصعب لكل المنتخبات في هذه البطولة إن شاء الله نعم المباراة كبيرة قدام المنتخب الكاملوني بمجموعة رجالة ما لهمش حل كلهم كل واحد بيشارك مع منتخب مصر بيبهر و بيرفع رأسنا للسماء إن شاء الله كلهم يرفعوا رأسنا للسماء بإذن الله قدام الكاملون نشوفكم يا عرب عرب خير